ورجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام ولسه مكملين فقرات أصرار حياة النهاردة هنتكلم عن فرش العروسة طبعا فرش العروسة ده بيبقى بالنسبة للعالتين مشكلة كبيرة جدا بنقعد نفرش بدل اليوم عشرة وبدل الأسبوع اثنين طبعا بتبقى الحاجات كتيرة وعايزين ننجز علشان نحط كل حاجة في المكان المناسب وطبعا كل واحد وزوقه وكل واحد وبيعمل حاجة لكن للأسف بعد الشكل النهائي ما بيخلص ما بيبقاش بنفس المنظر اللي العروسة نفسها طبعا يقوم به لأن انتو زي ما هم تعرفين ان اليوم ده بيبقى يوم بالنسبة لها جميل وعايزة كل حاجة بتبقى برونكها فطبعا الموضوع ده بياخد وقت كبير والدنيا ساعات حاجات بتقسر وساعات حاجات بتبوز لكن دلوقتي بقى فيه مجموعة من الأشخاص اهتموا بالموضوع ده وبيبقى عندهم خلفية وخبرة اكتر من اي حاجة بيبدأوا ان هم ينظموا حاجاتهم عارفين خطواتهم اللي هيعملوها وممكن ينجزوا كل ده في يوم واحد بدل البهدلة اللي بتحصل بالعشر تيام والاسبوعين طبعا انا زي ما بعودت حضراتكم اللي انا بكلمش في الموضوع كتير بسيم صاحب الشق هو اللي يتكلم معنا ومعكم النهاردة استاذة اسماء سلامة مصممة دكور فرش العروسة اهلا وسهلا بحضرتك نورتينا النهاردة ايه حكايت بقى فرش العروسة بس في البداية عرفيني بحضرتك الاول انا اسماء سلامة من مدينة الزرقى محافظة دمياط مصممة دكور فرش عرايس بدأت من امتى اسمي من حوالي سبع سنين سبع سنين اه كاللي بيلي بقى عن فرش العروسة والدوشة اللي بتحصل في اليوم ده اه هو طبعا كان زمان زي ما حضرتك قلتي كده بيودوا بالعشر تيام بالاسبوعين فرش الشق طبعا طبعا بتبقى كل واحدة برأي بقى وكده وفيقى رأى كتير دلوقتي يعني فضل ربنا بنقدر نفرش الشقة كلها يعني نقفلها خالص كده في يوم او يوم ونص بكتير قوي يعني 14 ساعة لوحدك يا سبع اه ما بيبقاش معاك حد لا انا شغلي لوحدة بس طبعا بقى موجود والدات العروسة اتنين تانين مثلا كده يعني حاجات بينولوني اه بينولوني مثلا اه بس انا يعني بقى كل حاجة بايدنا لكل حضرتك دي موهبة صح ايوه طيب لكل موهبة بداي بدايتك كانت من امتى يعني مين اللي انت بقى خلاص شجعك وقالك لا انت تستمر في الموضوع ده تمام هو انا اول ما بدأت بدأت طبعا في شقتي يعني زبطت النش بتاعي صورته اصحابي شافوه اه بعد كده مثلا يعني مثلا مجاملات بقى وكده اه هتوقع سماء ايوه اه يعني فيما بعد بقى واحدة صحبتي وكده شجعتني قلت لي ممكن تستمر فيه ناس كتير استمروا في الشغل ادوك كده اه فاتجهت بقى ليه وليلي يا اسماء بقى اول حاجة انت خلاص خدت الوردر اللي انت تروحي شقة عروسة تزبطيها ايه اول حاجة بتبدأ بيها اول حاجة بابدأ بيها طبعا بنظم الدنيا حوليها كده يعني مثلا حاجات النش بقى قدام النش المطبخ في المطبخ اه الدولابات طبعا الملابس في المكان بتاعها والنفشوت برضو نفس الحكاية بابدأ طبعا في البداية خلص بابدأ بالنيش اه اه لازم الم الحاجات اللي هي طبعا خافني هي تتكسر وكده اه فببدأ بيها اه بقى بخلص النش بعدين مثلا البوفيقة والبار اه بعمل الدولاب الفضية اي حاجة فيها ازازه وكده لازم اخلصها الاول بعد كده بخش على المطبخ اشطبه اعطيه طبعا الفنش الاخير اه بس يعني بعد كده بقى ملابس او المفروشات لحد ما اخلص خالص وبعدين افنش بقى الشقة بالافرش سجادها وافرش السرايل وكده يعني حضرتك بتقومي بكل حاجة من الالف لليا حتى قلت الاطفال برضو بتزبطيها بكل حاجة ايه قوليلي بقى احنا بنقول انت مصاببة دكور وده على يدي يعني لحنا لما شفنا السور بتاعت حضرتك ودخلنا على البجل ايه لحاجات جميلة انت بتعمليها بتدي رونك كده وانت دخل الشقة بتعرف ان شقة عروس قوليلي بقى يعني ايه مصاببة دكور بتعملي ايه في الشقة بص لحضرتك اول انا مش درسة دكور ولا حاجة بس انا بحب يعني بحب الانصطق الالوان يعني ممكن في عروس تطلبني تعالي مثلا شوفيلي اعمل الديهنات ايه الالوان ايه ممكن اختار معاها لون الموبيليا بتاعتها اه مش يعني درا يعني ممكن فيه فيه اه ممكن اختار لها السجاد بتاعها اه بس وافرش لها بقى الشقة وكده فطبعا يعني انا حبت دكور وكده اه بس احنا شوفنا ورد بقى وشموع وحاجات انت جايبها اصلا للدولاب استندت كده وراء بعض وراء طبعا هي السور هتتعرض على الشاشة فهنشوف كل ده كلمينا بقى عن الورود والحاجات دي اتري بتعمليها اه لا الحاجات دي الورود اللي هي على السير وكده ده انا باشتريه اه مثلا يعني اه لو المفرش بتاع السرير محتاج ان انا اعمل عليه ديكور ديكور او زيانا كده اه اعمل اه مش محتاج خلاص اه وفيه مثلا عروسة تبقى عاوزة حاجتها تكون سيمبر كده رقيقة ما معمل لاش الورود دي ولا حاجة طبعا اه بس يعني غالبهم انه هما بيحبوا القلوبة بقى الورود ونرسم على السرير وكده اه اه احطى الاطفال مثلا بيبي كلام من ده اه نعم في قط النوم الكبيرة قلب او الحرفين بتاع العريس وعروسة طبعا اه بس قوليني بقى الخامات ديت انت بتجيبيها وبنت تعمليها في الشقة زي الدوليب مثلا بتجيبي الستان والحاجات ديت بتجيبيهم بتقدري بقى تحملي اشكالك جميلة ديت اتعلمتها ازاي اه والله يعني ساعات ممكن حاجات لوحدي اه ممكن كنت اخد خبرة وصل من على اليوتيوب اه اشتغلت على نفسك بمعنى اصح اه اه ماستسلمتش للقامر لا الهامل هو نفس الدزائر في كل شقة وخلاص لا بتحول الجددي اه يعني هو كان زمان كنا مثلا نشتغل الحاجات دي بايدي باشتغلها انا اللي بعملها اه حاليا ما عونتش بعملها لان الفوط اسم بطالة الاطفال بتيجي عليها الشغل ده بتيجي اصلا برزة اه فبقالها طريقة ان انا اللي بفهبها تظهر البروز بتاعها اه موسيا اسمع احنا لما اعلننا على صفحة البرنامج اللي انت جاي معنا ونزلنا البرومو بتاعك ناس كتيرة سألوني نفس الاسئلة بس الاول قبل السؤال اه حضيرك بستعقب لنا على السور دي لو سمح دي فين اقولش مكان اه اه يعني لا انت عملتها ازاي والمكان وفرجت ازاي اه دي كانت في محافظة دومياط في مكان اسمه البستان اه اه طبعا دي دلاب اطفال انا دايما بحب بحط المفروشات في دلاب الاطفال كلها تمام بتدي شكل ودي برضو نفس الشقة اه ده النش اه جميل تنسيكه جميل اه لبعده دي شقة تانية برضو في محافظة دومياط دي في بلدي في الزرقة اه حضرتك ادي الفوض بقى اللي انا قلت وده برضو نفس النشل الاولاني اه دي برضو في محافظة دومياط في مكان في فراسكور اه جميل طبعا اه ده بقى النشل الاولاني جميل وملصق وبتحاول اللي انت تحط فيه كل الحاجة اللي العريس العروسة جايبيها اه اه طبعا ده برضو الدوليب اللي انت بتنظاميها اه هو غالبا كل الدولابات الاطفال بحب بحط فيها المفروشات كلها اه ده برضو نيش ايه هم بقى اللي بيجيبوا المفارش بتاعت النيش ولا انت ممكن تجيبيها لا فيه 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 اه يعني ممكن ادخل عن العروسة مثلا تكون ناسيها انا جيبها لها ما فيش مشكلة ممكن تطلبنا قبل الماجي هاتلنا مثلا الخامات اللي انا هشتغل بها وعادي اه نتحصل بعد كده ايها تكون جايبها انا جيبها اي حد يجيبها اه نرجع للسؤال اللي انا قلت لك سألوني كتير عن الموضوع ده من الاسئلة اللي جات لنا اه يا جماعة احنا بنشتري حاجات كتيرة جدا للعروسة احنا عايزين نعرف ايه الحاجات اللي احنا نجيبها بس لاندي زي ما انت عارفوا خصوصا في القرى والارياف بيجيبوا حاجات كتيرة جدا بدل تقم السيني 3 و 4 و 5 بدل تقم الالاموليا بايركس مش عارف ايه و ايه و ايه وحاجات كتيرة او طلعة يفضلوا يجيبوها فطبعا الحاجات دي بتعمل زحمة فهمها وتكاليف زيادة على بتعاني فاقول لنا بقى بصفتك بقى خبيرة في الموضوع ده ايه اللي احنا نجيبه للنيش والدولاب والفرش تمام هنبدأ بالنيش طبعا للنيش يعني ممكن تجيب ست قطقم كسات كسات و شرباط مثلا مع بعض طقم الصيني مش لازم ان احنا نجيبه كامل فيه طبعا نص طقم مش لازم نجيبه اللي هو الكامل ده كبير طبعا بياخد مكانه ومساحة فيه حاجة اوركوبال او الايكوبيريكس طقم الفطار او الجاتوه الشاي بس كده ممكن طقم خشاف وطقم جلي طيب ده بالنسبة لطب الدولاب الدولاب طبعا فيه عروسة بالجيب بيختلفوا عن بعض طبعا فيه عروسة بالجيب بالمية فوطة ومية وخمسين فوطة لا طبعا انا بقول ما هو حضرينك زي مقصتي دي كده في الاخارين وكده بيجيوه الاعداد دي اه انا ممكن اكتفي بخمسين فوطة ستين فوطة بالكتير وبرضو هعملوهم بشكل كويس وهيزهروا الدولاب بالنسبة للميلايات برضو بلاش نجيب تلاتين طقم او خمسة وعشرين طقم او عشرين طقم ممكن نجيب اتناشر طقم اطفال واثناشر طقم كبير حلو الكوفيرتات طبعا ممكن نجيب للسرير كبير تلاتة اشكال مختلفة الاطفال نفس الحكاية تمام بس كده طيب برضو من الحاجات اللي احنا برضو عايزين نتقدمي نصيحة بها للمشاهدين المضبخ تمام المضبخ تمام بنكتفي مثلا القطم اللي هي الحلل بلاش نجيب يعني من كل حاجة اتنين لا ممكن تجيب تكتفي طقم حلل ستيل جيرانيت اطفال بس كده دي بالنسبة للحلل لان ده طبعا هي العرصة تستخدم حاجة واحدة بس طقم واحد بس وبالتالي كله بيتركن اصلا كل ده بيتساب ما بيتعمله مش اي حاجة يعني الواحد يفضل يشيل هم بموضوع الفرش وتجهيزات البنات وفي الاخر كل ده بيتركن وحضرتك كمان يعني ساعد بيجيبوا في المطبخ زي ما هم جايين في النش يجيبوا في المطبخ زي يعني نفس الحاجات دي في المطبخ كل انواع اه عشان خطر عشان يعني يقولك ايه معنى النش ما يتفتحش اه فبالتالي بقى بيجيبوا يعني برضو بعدد وللأسف هم كمان فيه ناس ما يعتبرونها ان هي منظرة اللي انا مقللش من بنتي وهجيب كل الحاجة عشان قدام اهل العريس الناس يعني بيغيروا من بعض شوية اه بنتي جابت طبعا مش عارفة لا لا الحاجات دي لا طبعا يا جماعة والله الحاجات دي مكلفة جدا يعني انت عمال ما بتعلم بنتك وبتوصلها لبر الامام انت بتكون اصلا تعبت وضهرك انحالة لما تيجي جهزة جهزة بالمعقول يعني برضو الحمل شوية على جوزة يعني حرام ولا احنا يقول ايه لا ما وسعت العريس برضو بي يعني ممكن نجيب باتنين نيش تلاتة نيش يعني هو برضو مفروض ان هو لا بيش الكلام دا دلوقتي عندنا احنا احنا نحن نحن لا والله بيجيبوا كده بيجيبوا كده فعلا يعني في كذا ادخلها فيها ما شاء الله باتنين نيش والتلاتة وكده قولي لي يا اسمي ازاي جات لك فكرة انشاء البيجي بتاعك البيجي بتاعك بسم الله ما شاء الله مسمع جدا ما جالي هنا ناس كتيرة فرش شوء عروس بس بصراحة ما لقيتش التفاعل الموجود على البيجي بتاعك انا اكلمتك وطلبت منك بالنسبة ريفيوهات الجميلة اللي على البيجي بتاعك طلبت منك قلتلك لازم تجيلي قلتش بتخيلة اصلا اللي هتجيلي جميلة كده وصندها صغير وقدرت ان هي تحقق المصداقية دي فاكلميني فكرة انشاء البيجي جات لك ازاي وزي احققت المصداقية دي والله حضرتك انا قلتلك انا بدأ من سبع سنين بس طبعا ما كنتش بعرض شغلي على السوشيل ميدين اصلا يعني بدأت مثلا على صفحة لي الشخصية على الفيسبوك اشتغل يعني ممكن انزل ممكن انزل شقة او شائتين كده طبعا ناس اكترحت علي يقولوا ليه تعملي بيج او تعملي قناة على اليوتيوب يبقى افضل وكده فبدأت ان انا عملت البيج على الفيسبوك وعملت قناة على اليوتيوب بس فنزلت على شغلي يعني الحمد لله لا 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 شفته كمية الروفيوهات وكمية الدعا ليكي اللي انت بتبصي برضو للمادة لا انت بتبصي ان شغلك يطلع قويس طبعا بس لان برضو زي ما هقولها اي حد في اي مهنة لازم يبقى ليه مصداقية مع العمل ليه عميل بديب عميل انت عملت النهر ده قويس لا انا هجبها تفرش لشقتي بس فيه بقى مرضو سؤال عايزة اقولي فلنفترض دلوقتي اهل العروسة هم اللي هيزبطوا مثلا الدولاب الدولاب بتاع العروسة ودولاب الاطفال والحاجات دي وقلك تعالي بس ايه زبطين مميش والمضمخ والحاجات دي بتقبلي ولا لازم الشقة كلها لا بقبل بس بقبل مثلا في محافظتي اه تمام طبعا ما قدرش اخر كبارة محافظتي اه اه مواصلات حاجة بسيطة اه مش المواصلات يعني الطريق كمان ماجيش مثلا القاهرة او اروح اسكندرية عشان خطر نيش او عشان خطر دلاب اه طبعا اه اه لا في محافظتي ممكن اعمل نيش اكتفي دنش او بمطبخ عادي مفيش مشكلة ممكن اكتفي بالدلاب الاطفال اللي هو المفروشات بس نفيش مشاكل ممكن بلاب التاني برضو الواحدة عادي نفيش اي مشكلة اكيد يعني حضرتك بتيبالي بس في المنطقة او الايطار بتاعي كلمينا بقى على المصداقية اللي وصلت لها انا لقيا لما عملنا ريبورت وتقرير وعملنا سرش عليكي لقيت لقياك ان في المنطقة بتاعتك بقيت مشهورة جدا الناس كلها حبوكي اسلوبك كويس مع الناس مش من الناس اللي هي ممكن تاخدر اي حد ممكن تعملي ده لا لا انا عارفة شغلي انتي مش من الناس دي طب كلمينا بقى على المصداقية دي والله يعني انا مسلا ادخل الشقة للعميل ممكن تكون عروسة موجودة يعني ممكن اعمل حاجة هي مش عاجبها تقول لي دمعليش غيرها اقول لها ماشي ان فيش مشكلة يعني خليني معاها ممكن اعمل لها ليه قلت عليها بس هو ما اعجبهاش برضو في الاخر يعني هي اللي طلبه بس تقول لي طب خلاص اعمل انتي يعني فطبعا كمان ما بتكلمش في مديات يعني عادي مش فرقة انتي مش فرقة معاكي غير شغلك انا عاوزة مثلا اه ان انا مثلا البجي بتاعتي تكبر اكون معروفة اكتر الماديات دي طبعا بفكر اخر حاجة بفكر فيها اه بس اكيد طيب بص يا اسمي انا دلوقتي الحاجة بتاعت كتير جدا تمام اه ومش عايزها حد يشوفها يعني ولا فوق الدولاب ولا كده بتتصرفي ازاي بقى من الحاجة اللي الميها الميها وفي نفس الوقت يكون شكله قيم وكويس كده شكل يكون مقبول اه نفس الحكاية برضو في المفروشات اللي هي اللطق من المليات وكده والكوبرتات الحاجة اللي هي بتفيد يعني ما بتحطش في الدولاب اصلا ممكن احط فوق الدولاب اه يعني حاجات بسيطة اللي هي تبعا اللي الحافة البسيطية تقيلة بس لكن انتي ما بتحطيش الحاجات اللي هي ممكن تعمل دي فوق مش كويس لا اه اه انا اصلا يعني في شغلي ممكن ادخل عند عروسة هم يطلبوا ان انا هم عوزين يروض حاجتهم مثلا فوق الدولاب في ناس كده في المطبخ نفس الحكاية لا اه ما تحطيليش في المطبخ من جوة اه حطيلي رسيلي الحلل فوق فوق المطبخ كده يعني يعمليلي الاهرامات التلاتي منظر اه 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 دي حاجات هم بتعودين عليها فانت عافة لو انت اصلا حطتيها بمنظر كويس اقول لك لا احنا عايزين للمطبخ ده وهم عايزين فوق اللي عشان يستشوفي يعني دي عداد وتقاليد اصلا تلعنا عليها وللأسف يعني بدأ التبتل بس هم خلاص يعني اللي ام عايزين زي ما هم دخلوا يدخلوا ايه بنتهم بس انا ساعات بفرد رأي برضو على الوالدة عروسة اقول لها لا مش هحط هنا انا مثلا عاليش انا بصور الشقة اه ممكن هيكون في تعليق يعني مش كل الناس طبعا في الاريات او في الاقالين اه عايزين الشغل ده اه مش كلهم طبعا لما جيجي عروسة مثلا من قهرة او مسكن ده بشوف المنظر ده لا ده المنظر مش شغل مش خويس اه اه طيب استاذة اسماء عايزة اعرف ايه الجديد اللي ان شاء الله هتعمليه اه الجديد ان شاء الله انا نوية بازن الله اكبر نفسي يعني عاوزة يعني زي كده اخو الكرصات في الديكور اصلا مش مش فرش العراز بس عاوزة اه اخو كرصة في الديكور وكده اه يعني ان شاء الله يعني نوية بكده عايزة تشتغل على نفسك اكتر واكتر طموحك مش النقطة اللي انت وقفت فيها لا انت عايزة تكملي اكيد طيب قوليلي برضو يا اسماء ايه المشكلة اللي بتوجهك في ايه مثلا مكان بتروحي المكان الناس بتتخريب مع بعضها في اليوم ده كل عادي يفرد رأيه لأ بص حضرتك هو انا اصلا يعني مثلا العامل اللي بيتفق معايا انا في اتفاعل ايه انا باجي لوحدي مش عاوزة طبعا مغيب اتنين بس اتنين يكون مسؤولين مثلا والدة العروسة واحدة معاها يكون مسؤولين على ان يفتحوا للشغل قدامي والتنظف وكده وانا اتنينش المشكلة بقى اللي بتقابلني ممكن عروسة ان انا مثلا معاكي وقت معايا ان انا فرش لك فيه ممكن يوم او يوم ونص بكتر اول 14 ساعة طبعا تيجي واحدة تقولك أصلا ما ركبتش الستاير ما يعرفش ما ركبتش السجاد تتعلم معنا نجيب السجاد طبعا والله العظيم بروح بتروحي او والله بروح ما ده مش من شغلك أصلا يعني هو سبحان الله بقى بس هما يعني زي تقولك محبة كده يعني هما بتي بقى مش هازتك صاري بخطر العروسة او عايزة تفرحيها تمام اه فبروحه كده وبرضو يعني ممكن اجي ملقش مثلا ممكن واحد سباك يدخل الكهرباء يدخل ده طبعا كله ده يعني عطلية اكيد طبعا بياخد من وقت اكيد بس هي ده المشاكل اللي بتقابلني من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزة اعرفها ايه اللي بيميزك عن غيرك غير اللي انا قلت كله الحمد لله محبة الناس التيبة والتأدير والاحترام وجبر الخواطر صح جدا ده اللي انت اللي بيميزك عن غير انت من الناس الجميلة جدا اللي بتجبري بخاطر الناس عمرك ما حد جالك وتشطرت عليه وقلت له لأ هاخد كذا وهعمل كذا بالعكس انت لما تخلي اي مكان بتعتبر نفسك واحدة منهم بتبقى عايزة تفرح العروسة هم راتلون واحدة منهم اصلا سبحان الله يعني القبول ده من لعندي ربنا ما فيش اي حد يكلمناه من اللي انت روح تفرشت له شقة عروسة او اي حد غير لما تكلم عليك بأسلوب كويس هادية سريعة في شغلها نديفها في شغلها عندها خبرة كمان اللي انت بتحب تكبر بخاطر الناس وخصوصا العروسة اذا كنت تحكيلي كده في السريع على موقف طريف كده هصلك في وانت بتفرش كده لشقة عروسة مش عارفة يعني عادي ممكن ابقى مثلا افرش الشقة او كان في شقة بفرشها كتبومة الجديدة عادي فيها تلات ايام تلات ايام وبيتة في الشقة اي مثلا اعمل نيش خلاص بشطف فيه افتح الركن التاني اكتشف اني ما فيش مثلا رف مترك تسيبه وادخور مثلا من الدولاب اخلص مثلا خلاص بابدأ اهو افتح الركن التاني برضو ملاقيش الراف في الدولاب سبحان الله نفسك كل الشقة كانت كده انا طبعا اسماء بشكرك الفقرة جرت بسرعة بس انت بجد من الناس النجحة في شجلك جدا بتمنى لك مزيد من النجاح والتفاق وبكده نكون وسنة لنهاية الفقرة بتاعتنا استنونا السبت القادم وحلقات جديدة وفقرات جديدة من قصر الحية